مجاز لأهم الأنباء من شوف تيفي أهلا بكم أفادت بعض المصادر شوف تيفي أن باراك أوباما في طريقه إلى تراجع عن القرار الأمريكي القاضي بتوسيع مهمة المينورس في الصحراء وأفادت المصادر ذاتها أن وزير الدفاع تشاك هاكل أبلغ أوباما على أن مقامت به سوزان رئيس مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ووزير الخارجية جون كيلي خطوة سيئة وبحسب المصادر ذاتها فإن الخطوة تبقى معزولة وليست قرارا استراتيجيا انطلقا من البيت الأبيض والبينثاغون حيث عبر وزير الدفاع تشاك هاكل عن استياءه من الخطوة معتبرا إياها بأنها غير محسوبة ولا يمكن المجازفة بحليف استراتيجي ومهم من حجم المغرب أكد مجلس الحكومة اليوم على موقف المغرب الحازم والتابت برفض تغيير طبيعة مهمة المنورس وأبرز وزير الاتصالة النطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن المجلس استمع لعرض حول تطورات قضية صحراء حيث جل التأكيد على ضرورة تكتيف تحركات ديبلوماسية من أجل شرح موقف المغرب احتج فريق الأصلة والمعاصرة بمجلس أنواب على طريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مقترحة القوانين التي يضعها البرلمانيون في اللجان النيابية الدائمة بدعوة أنها تنقصها الدقة وغير شمولية وبها ثغرات وبعض بنودها تتناقد وقوانين أخرى وبالتالي ستسد الحكومة هذا الفراغ التشريعي بإحالة مشاريع قوانين متكملة وكأن البرلمانيين غير ناطجين دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعمل الطريق السيارة إلى تفادي تنقل ما بين الخامسة زوالا والثامنة والنصف مساء من يوم الأحد المقبلة الذي يصادف نهاية العطلة الربيعية ودعت الشركة في بلاغ لها اليوم مستعمل الطريق السيارة على تفادي تنقل على شبكة طرق السيارة ما بين الفترة الثامنية الخامسة زوالا إلى الثامنة والنصف مساء من يوم الأحد الواحد والعشرين أبريل الذي يصادف نهاية العطلة الربيعية وذلك بالخصوص عند محطات الأداء سيدي على البحراوي بوزنقة بوزكورة برشيد موراكش النخيل في الخبر الريادي بعد أن تمكن فريق السادة القطري من تحقيق لقب دور خارج اللعب الإسباني راول جونزاليس بتصريح شبه فيه المدرب المغربي حسين عموتة بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا وكان حسين عموتة يشغل منصب المدير الفني للنادي السادة القطري قبل أن يتحول مع بداية الموسم ليصبح مدربا للفريق الأول ويشرف على تدريب المهاجم الأسطوري راول جونزاليس نهاية الموجز نشكر لكم طيبة المتابعة في أمان الله